في حتة مهمة جدا عايز أقولها يعني إيه اللي المسيح عملوه عشان يدينا سلطان عليه ويدينا أن احنا ما نخافش منه مرة المسيح تلع فوق جبل التجلي أخذ معاه يحنى ويعقوب وبدرس وظهر لي موسى وإليه موسى وإليه كانوا بتكلموا مع المسيح كتاب يقول في لوقة 9 يتكلم عن الخروج العتيد أن يكمله في أرشاليم فإيه الخروج الأولاني اللي كان بدأوا موسى هو كان خروج الشعب على فكرة ده الكلام دوت لشعب إسرائيل موجود في رسالة العبرانين إصحاح 2 آية 14 يقول كده إسقط شارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعطي أولئك الذين خوفا من الموت كانوا كل حياتهم تحت العبودية المسيح أخذ جسد زينا هنا بيكلم العبرانين إيه اللي كان عند العبرانين إحنا على فكرة بناخد الآن دي علينا لا دي على العبرانين إيه العبرانين حصل لهم أن موسى خرجهم كان بيتكلم مع المسيح عن الخروج الثاني اللي المسيح عتيت أن يخرجه لكل البشرية الخروج الأولا دي كان لتحرير شعب من قبضة فرعون كان كل ما يقوله اخرج شعبي يقوله لا أو يقعدوا تاني عشر مرات لغاية في الضربة الأخيرة الرب قضى على فرعون فالشعب كان نتيجة خوفه كل مرة كان فرعون يزود عليهم العمل ويتعبهم فقالوا لموسى يا عم إحنا مش عايزين نمشي وراك ونموت خلينا هنا فبيقولك أنه كانوا خوفا من الموت يطلعوا ليموتوا كانوا كل حياتهم تحت العبودية عادين راضي بأنه يكون عبد لفرعون من أنه يتحرر خايف نبليس فالمسيح ابتدى يعني يوضح لنا الفكرة دي هو خد جسد عشان أخذ انصورة عبد بالجسد ده يموت لما مات أباد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت يعني إيه الكلام ده نلقى الكتاب المؤدس المسيح في إنجيل يحنى أسحاح 16 بيتكلم عن أن الروح الكدس يبكت العالم على خطية وعلى داينونة وعلى بر قال على خطية لأنهم لم يؤمنوا به وعلى داينونة قال لأن رئيس هذا العالم قد دين رئيس هذا العالم قد دين إزاي إمتى دين لأنه في الموت في موت المسيح من المحكمة اللي حكمت على المسيح المحكمة الرومانية والمحكمة اليهودية اليهود حكموا عليه بالنموس أنه يقتل والرومان حكموا عليه بحسب الدستور بتاعهم أنه يموت نتيجة السمع فالاتنين اتهموا المسيح أنه رجل غير بار رجل مضل رجل يستحق الموت لما المسيح مات وقام من الموت الموت بيمسك في مين في كل الأشرار في كل اللي عليهم خطية في كل اللي ماتوا تحت تأثير جهاز الخطية طب المسيح لم يفعل خطية لم يولد بالخطية وعمر ما كانت الخطية قربت منه ما قدرش فلما مات بسبب بره قام بطرس لما كان بيبشر وبيتكلم في يوم الخمسين بيقول لهم أنه موجود في مزمور 16 لن تدع تقيك يا رفا سادر داود قبره باقي إلى اليوم طب المسيح لأنه كان تقي ولم يفعل خطية قام بسبب قيمته سبب القيامة أنه لم يفعل خطية إبليس في الوقت ده دين لأنه هو اللي هجم عليه بالرومان وباليهود وقال لهم ده يقتل لما قام من الموت ضبطه متلبسا إبليس وهو بيهيج الشعب كله ففي الوقت ده إبليس فقد السلطان بتاعه وأنه ضبط عليه وقبط عليه وهو متلبس في قتل بار فلما هو بيشتك على واحد بيبقى مخطئ بيبقى مخطئ لكن الشتك على ده هو مش مخطئ فما قدرش فدينا إبليس فلما دينا إبليس الدينونة بتاعته والسلطان بتاعه محي من على المسيح اللي ما كانش ليه أساس وعلى تابعيه فإحنا كمان خدنا سلطان المسيح ندوس عليه فعشان كده المسيح بيقول لنا أنتم لما أمنتم به وبرت حسب ليكم إبليس يترعب منكم لأنه هو مدان أمامكم حتى يقولك من سيشتكي على مفتري الله الله هو الذي هو بررنا فإبليس ما يقرفش منك أشجعك تعالي المسيح تتحرر من إبليس ومن دينونته ومن شكواه ومن كل شيء لأنك في المسيح البار اشتركوا في القناة